من هذه المنطقة الحدودية يرقب الغزاويون تحركات الاحتلال التي لم تتوقف فعلى الجانب الآخر من السياج الأمني الحدودي يصل جيش الاحتلال الليلة بالنهار في محاولة لإنجاز ما يراه حلا لمشكلة أنفاق المقاومة فعلى عمق عشرات الأمتار داخل حدود فلسطين المحتلة تستمر هذه الآلات الضخمة في الحفر بهدف إنشاء جدار يحول دون اختراق الأنفاق الهجومية للحدود جدار تقول المقاومة أنه يمثل تراجعا في استراتيجية الاحتلال الاحتلال في الفترة الأخيرة يكثف من إجراءات الدفاعية وهذا انكفاء حقيقي على نظرية الأمن عنده هذا الجدار له حلول خلاقة عند المقاومين الذين يسرون على أن يفشل كل منظومة الدفاع الصهيونية ويبلغ طول الجدار نحو ستين كيلو مترا على طول الحدود تم إنجاز ثلثيه حيث تؤكد الفصائل أنها لن تعدم الوسيلة للتغلب عليه المقاومة لن تعدم الوسيلة في اختراق أي جدار قد يبنيه المحتل الإسرائيلي نحن كمقامة فلسطينية دائما لدينا نمط التطوير في العمل الميداني والعمل العسكري ويتكون الجدار من ستة أمتار من الفولاد فوق الأرض وستة أمتار أخرى من الخرسانة تحتها مزودة بمستشعرات متطورة لرصد أي عمليات حفر للمقاومة القدرات العسكري الإسرائيلية على مدار الساعة لمحاولة إحباد جهود المقاومة في تنفيذ عمليات عسكرية خارج حدود عبر الأنفاق ولكن هذه الجهود والإمكانيات العسكري الإسرائيلي قد لا تكبح جماح المقاومة بصورة 100% لذلك ما قد يكشف عنه النقاب في قادم الأيام والأسهم والأشهر من عمليات عسكرية فلسطينية إذا ما قدر لحرب عدوانية أن تحصل على اقتغزة هو الجواب الذكي على هذا الجدار الذكي الإسرائيلي وخلال جولات التصعيد الأخيرة استخدمت المقاومة الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة لاستهداف الاحتلال داخل الحدود في رسالة تؤكد أن لا شيء يقف أمام حقها في الدفاع عن أبناء شعبها أحمد شردان غزة الميادين